وحد عنده غلطة كبيرة الغلطة دي خلته يفقد الثقة في نفسه وكأن هذا الإنسان حصل له هزة كده في أنه هو من جواء قادر على السير في طريق ربنا أو قادر أن يعيش بالقيم والمبادئ وده حصل مع الصحابة بعد غزوة أحد حصلت هزة كده لما أربعين واحد من الرما كسروا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ونزدوا من فوق التل وحصل بسببها أن قتل سبعين صحابي كانت فاجعة في المدينة سنة ثلاثة هجريا فنزل القرآن بعدها وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحَ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لهم حكمته من الأزمة اللي حصلت دي وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءِ وَاللَّهُ لَيُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ما تخلوش الأزمة دي تكسركم وما تخليش حزنكم من هذا الفعل يستولي عليكم كملوا الطريق اللي حصل ده هو خطوة في طريق تعرفكم على أنفسكم وتعرفكم على ربنا سبحانه وتعالى